مفهوم؟ إذا نمر الآن السؤال الثالث السؤال الثالث والمطلوب تحديد تعبير العددي للعدد XT نعلم أول شيء أن XT هو XM cos 2P على التسافر في T زائد في إذن نحدد صورة تلقى من التعبير هذا في تحديد صورة X.T لكي ساوي لي الشقة هذه الكوسينوس هو ناقص سينوس يعني تعتني ناقص XM في 2P على التسافر سينوس 2P على التسافر زائد في ونحن نعلم أنه عند لحظة تك تساوي صفر فإن X.0 تساوي صفر إذن إذا عودنا نعوده هنا بقيمة نعوده التب صفر ماذا تعطينا؟ سينوس ديال صفر سينوس ديال في سينوس ديال في تساوي صفر ومنه فإن في تساوي صفر إذن نقدر نقول بأن XT يساوي هو XM cos 2P على التسافر في التسافر في مشات كتساوي صفر وتهنا فإن عند اللحظة تك تساوي صفر لدينا X.0 يساوي X كبير صفر له 4 سنتيمتر إذن اللي عودنا هنا قلقه هو XM ومنه فإن XM يساوي صفر XM يساوي X0 وبالتالي فإن XT أي ساوي X0 cos 2P على التسافر في T إذا قمنا بتطبيق عدد XT فإن XT أي ساوي X0 وهو 4 سنتيمتر في cos 2P على التسافر وهو 2P التسافر وهو 1 في T إذن فإن XT هو 4 10 أس ناقص 2 cos sin لا بتحزب 2P ولا تخليها بأخذ P كتساوي 3.14 فإن 2P هي 6 فصيلة 20 في T وكذلك يكون لقيت تعبير العددي لX بدلالة الزمن السؤال الرابع والأخير المطلوب هو تعبير العددي لX.T سرعة مركز قصور G ومن بعد حديد قيمتها عند مرور G من موضع التوازن في المنحة الموجب للمرة الأولى كنا نلقينا السؤال السابق أن X.T هي ناقص XM 2P على التسافر في سينوس 2P على التسافر في T زائد في وقلنا بأن XM ما هي إلى X0 كبيرة وفي كتساوي سفر إذا نعوض حتى ثاني X.T كتساوي ناقص X0 2P على التسافر في سينوس 2P على التسافر في T إذا إذا قمنا بتطبيق عددي فسنجد أن X.T يساوي هو ناقص 4 في 10 أو ناقص 2 في 2P على 1 في سينوس 2P على 1 في التسافر أي أن X.T نجد 3P على التسافر 1P على التسافر 3P على تسافر 5P على التسافر وإنه يمكن أن تكون كم إليها كم إليها أيضا سوف تكون أعيدة ذلك هكذا إذاً إذاً فهي ناقص 25.12 في 10 ناقص 2 سينوس لست ست فاصلة 28 في تتم السؤال وحديث قيمتها عند مرور G من موضع التوازن في المنحة الموجة بمرة الأولى المعلومة نخص نتابع شوية وأن لدينا عند مرور G من موضع التوازن في المنحة الموجة للمرة الأولى تيش ستساوي صحيح ستساوي 3 على 4 تسفر لكي أختيار هذه القيمة نرى الجدول التالي هنا X بدلالة الزمن و هنا قيم الزمن عند اللحظة تيش ستساوي صفر فإن X هي X كبيرة بينما في اللحظة تسفر على أربعة فإن X تسفر على أربعة كان في الصفر لمرة من مركز أو لمرة من موضع التوازن عند اللحظة 2 تيش سفر على أربعة فإن X تساوي ناقص X سفر بينما في اللحظة 3 تسفر على أربعة فإن X تساوي سفر هنا في المنحة السالب بينما هنا في المنحة المجب وبالتالي يكفي أن نعود في العملية عندي هنا إذا X عند اللحظة ثلاثة تسفر على أربعة ما ستساوي السولية هي ناقص 25 فاصلة 12 في 10 ناقص 2 في سينوس 6 فاصلة 28 في 3 تسفر وواحد على أربعة إذا بعد تطبيق عددي سنجد أن X عند اللحظة 3 تسافر على أربعة تساوي 2.06 10 10 ناقص 2 م لأن هنا نحسب السرعة تسافر في حصة اليوم الآن نتلقى في حصة أخرى ودرس جديد من دروس مادة العلوم الفيزيائية لسنة الثانية باكالوريا علوم جريبية موسيقى